عاتيا متعاليا ومغرورا ودمويا يؤكد ذلك قول الله تعالى ولله عاقبة الأمور أيضا هي سنة جارية على مضار هذه الدنيا ما السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب الشيخ رائد صلاح شيخ المسجد الأقصى يظهر من جديد في أول جمعة في شهر رمضان ويقول كلام في منتهى في منتهى الخطورة في الحقيقة الشيخ رائد صلاح شيخ الأقصى كما يحب أن يطلق عليه تكلم في هذه الخطبة عن بعد خطير جدا دايما كنتم بنزل كلام للشيخ رائد صلاح شيخ الأقصى الناس بترد بتقول هو لا يقصد ظهور المهدي إنما يقصد الخلافة التي تسبق المهدي طبعا الكلام دا كل واحد بيفهم بمزاجه بالطريقة اللي هو بيحبها في هذه الخطبة كلام واضح جدا جدا لشيخ الأقصى إنه هو بيتكلم عن الإمام المهدي وبيتكلم إن الفترة القادمة هي مرحلة ظهور الإمام المهدي بوضوح بكلام لا يحتمل التأويل تكلم في بداية الخطبة بتاعته عن الظلم والظالمين ونصر الله سبحانه وتعالى يأتي في خضم أو في وسط الظلم ويعني تحكم الظالمين واستشهد ببداية صورة الروم الفلام ميم غلبة الروم وبدأ يتكلم كلام يعني جميل جدا أنا مش عايز إننا أطول في وقت الحلقة ولذلك هنبدأ مباشرة في أخطر كلام ركز أوي اللي هعرضه لك دلوقتي لكلام شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح وهو يفجر مفاجأ ويكشف ويزيح الغبار عن كلام خطير ذكر في كتاب نعيم ابن حمد وكتاب نعيم ابن حمد في أثر بيحدد سنة ظهور المهدي وبداية الأحداث وبداية انهيار الحكم الجبري بدقة كبيرة جدا نركز أوي أوي في كلام الشيخ رائد صلاح شيخ الأقصى ويعني الموضوع لخصته لك في ثلاث دقائق وهأعود إليكم بعد انتهاء هذا المقطع هقول لكم كلام في منتهى الخطورة تعالوا مع بعض نسمع هذا الكلام ثم نعود إليكم في كتاب الفتن عن أبي قبيل قال اجتماع الناس على المهدي سنت أربع ومئتين قال ابن لهيعة بحساب العجم ليس بحساب العرب هذا أثر في كتاب نعيم ابن حمد ندخل فيه ونبقى على الشاطئ لن نغوص أكثر وأقول كالتالي وفق هذا الأثر يقول اجتماع الناس على المهدي سنت أربع ومئتين ثم يضاف إلى ذلك بحساب العجم ليس بحساب العرب سنت أربع ومئتين أي سنت ألفين وأربعة لماذا لأنهم في القديم كانوا يقرؤون الأرقام من اليمين إلى اليسار بخلاف ما نقرأ اليوم اليوم نحن نقرأ من اليسار إلى اليمين لذلك بناءنا على هذه الكاعدة الواضحة سنت ألفين وأربعة هي القيمة للرقم الذي ورد في هذا الأثر أربع ومئتين هي أولا ثانيا ألفين وأربعة بلغة العجم أي الميلادي أي ألفين وأربعة ميلادي ولكن يجب أن نعلم أن هناك التقويم الميلادي الذي يسمى الأثيوبي وهو غير مشهور لا يزال محصور في أثيوبيا وهناك التقويم الميلادي المشهور الذي يجري عليه معظم أهل الأرض والله أعلم ألفين وأربعة المقصود به هو التقويم الميلادي الأثيوبي ويساوي ذلك وفق التقويم الميلادي المشهور المتداول في هاي الأيام يساوي رقم ألفين وأربعة ألفين ويحداش كما قام بذلك أهل الخبرة وحسبوا هاي الأرقام كلام خطير جدا جدا بيقولوا شيخ المسجد الأقصى أو شيخ الأقصى كما يحب أن يلقب وأكد لكم أن هذا الكلام جديد وأن الخطبة دي خطبة أول جمعة في شهر رمضان ألفين تلاتة وعشرين بيتكلم أن كلمة السر في الأثر الذي ذكر في كتاب نعيم بن حمد هو التقويم الأثيوبي لأن الأثر بيقول أن الإمام المهدي بداية ظهوره في ألفين واربعة وألفين واربعة ده هو نفس التقويم الأثيوبي بما نيجي نشوف التقويم الميلادي المشهور يدينا الناتج أو التاريخ ألفين وحداشر ألفين وحداشر بداية فتنة الدهيماء بين قصين الربيع العربي إحنا ماشيين صح الناس اللي بتتكلم وبطلع بتقول لكم أغرب ما يكون بيقول لكم أن إحنا في الأحلاس وأن إحنا لسه فتنة الأحلاس إحنا فيها وأن الإمام المهدي نقص له جميع سنة الناس دي فقدة للزمن اوعوا تلتفتوا إليهم ده عايزين يأخروكم وبعدوكم عن الحقيقة الكلام اللي بيقوله شيخ الأقصى بيكشف ويزيح الغبار عن أثر هم جدا في كتاب نعيم ابن حماد بيبين بداية فتنة الدهيماء ثورات الربيع العربي اللي بدأت ألفين وحداشر بتبين إن انهيار الحكم الجبري من بداية هذه السنة فعلا الكلام واضح جدا لأن من ألفين وحداشر بدأنا نشوف يعني زعزعة وانهيار وفقدان هيبت الحكم الجبري إنجاز التعبير من أول هذا التاريخ أول ما تحط بقى الأدلة الأخرى زي فتنة الشام الأولها لعب الصبيان زي ما ذكرت هذه الرواية وانتهاء فتنة الشام بعد 12 سنة إما تحط تجميعة للمواضيع دي تتأكد أن المهدي على الأبواب اوعى تستعجل اوعى تستعجل الأحداث اوعى تلتفت لأهل الإرجاف اللي لينا معاهم صوالات وجولات لينا معاهم صوالات وجولات اللي هما بيشككوا الناس وعايزين الناس تفضل نايمة صوارات الربيع العربي هي فتنة الدهيماء اللي بدأت 2011 التقويم الأثيوبي في كلام شيخ الأقصى هو كلمة السر لأن التقويم الأثيوبي وضع عليك أو أن الرواية بتاعت نعيم بن حمد وضع التاريخ دقيق 2004 يعني 2011 بالتقويم الميلادي الشهير بداية انهيار الحكم الجبري وكلكم عارفين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر مراحل الحكم الواضحة الواضحة جدا الحديث ده اللي في أعلى درجات الصحة اللي محبش بيذكره هما بس في الحين يجيبوا أحاديث الهدى وأحاديث الصيحة ويصدروها للناس يقولك حديث منكر وحديث لا يصح عشان يطلعوا الناس اللي بتتكلم عن آخر الزمان وعن أيام المهدي أنه هما بيخطرفوا وبيقولوا أي كلام طيب ما تجيبوا لنا حديث في أعلى درجات الصحة أنا عايز بس أوجه سؤال للشيوخ والدعاء المشاهير المشاهير اللي سكتين وهيحاسبوا وأقسموا بالله أنهم سيحاسبوا بين يدي الله لأن هذا كتمان علم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هؤلاء سيحاسبون ليه لأنهم عارفين الحق عارفين الحق ده أنا بحسن بهم الظن بقول عارفين لأنهم لو هم دعاء وعلماء مش عارفين فقه الواقع تبقى كرثة ومصيبة كبيرة جدا لازم الناس دي إن هي تتكلم بنوجه لهم سؤال واضح المرحلة اللي إحنا فيها دي مش مرحلة الحكم الجبري اللي الرسول ذكرها هي ولا لأ جاوبوا جاوبوا قلوا لنا ردوا علينا وقلوا لنا هي دي مرحلة الحكم الجبري لو قالوا آه نقول لهم وإحنا مرتحين نحن على أبواب ظهور المهدي لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الحكم الجبري يليه مباشرة خلافة على منهاج النبوة النبراس بتاعها هو العدل بعدما ملئت الأرض ظلما وجورا يعني الإمام المهدي سنظل والله سنظل نرددها حتى نرى الإمام المهدي بين أظهورنا ولا عذر للدعاء المشاهير اللي بيكتموا الحق ومنايمين الناس ومش بيعرفوا الناس هذه الحقائق شكرا لشيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح اللي بيتكلم في وسط أجواء الاحتلال وأجواء عصيبة جدا ولكنه يصدع بالحق مش عايز أن أنا أطول عليكم انتظرونا بإذن الله بعد قليل حلقة نارية استكمالا للبشريات البشريات قعدة بتنزل والله والناس مش واخدبلها حلقة من العيار استقيل بإذن الله بعد قليل بارك الله فيكم شارك هذه الحلقة للأهمية على جميع المنصات عايزين ننشر هذا الكلام على أوسع نطاق عشان الناس النايمة نصحيها ونفوأها بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته